السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا جامع الشتات ومخرج النبات ومحي العظام الرفات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات ومفرج الكربات فارجعنا ما ضاقت به صدورنا وارزقنا مغفرة بدون عذاب وجنة بلا حساب ورؤية بلا حجاب واشفي مرضانا وارحم موتانا وأكرمنا بعظيم عفوك وجزيل كرمك وكثرة عطاياك وطيب حياتنا بالرضا والإحسان اليوم توقعتنا اليوم الاثنين سبعة وعشرين آذار مارس طبعا القمر موجود في برج الجوزاء اليوم طبعا ملوك الحركة الفلكية رح يكون القمر وعطارد والمشتري عشان اليوم رح يكون فيه كثير من الأشياء المميزة اللي لازم تركزوا فيها عشان تكسبوا منها قدر الإمكان طبعا القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة واربعتاشر دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء بما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناته من إنشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضويتنا دي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة واللي هي زاوية بين عطارد وبين المشتري هي زاوية اقتران إيجابية طبعا هاي الزاوية مدتها ثلاث أيام اليوم بتبدأ اللي هو 27 ثلاث وبتستمر لغاية يوم 29 ثلاث ذروتها طبعا وذروت هاي الزاوية اللي هي قمة الاقتران بتكون يوم 28 ثلاثة ساعة ستة وخمسين دقيقة صباحا عشان هيك بالفترة هاي القادمة اللي هي ثلاث أيام القادمة هذول بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما انه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات والتنقلات والمقابلات والإقناع وبتدل على إشادة الصحافة والجرائد ووسائل الإعلام بما تحقق الدولة من مداخيل مالية وعقد الصفقات التجارية ومفاوضات سياسية ونجاح البعثات الدبلوماسية كما بتشيد بتطور مستوى المؤسسات التشريعية والقضائية أو بسن بعض القوانين الجديدة كما بتركز وسائل الإعلام على المناسبات الدينية ورجال الدين وأئمة الأئمة في بعض البلاد وبتشهد هذه الفترة رواجاً تجارياً مهماً سواء في المبادلات التجارية الداخلية أو الدولية يعني أي مجال لمجالات التجارة بيكون ممتاز وحتى على مستوى المقابلات وحتى على مستوى الإقناع والتسويق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثلية الإيجابية اللي بين المريخ وبين زحل وهاي مستمرة لغاية يوم ستة أربعة طبعاً دروتها يوم ثلاثين ثلاث الساعة سبعة ودقيقتين مساءً بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عمل أعمالنا ومشاريعنا وبتدل على نشاط ومردودية أكبر في الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد منتوجه الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في البورصة وبتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر فعندنا زاويتين والزاويتين إيجابيات أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون الساعة سبعة وتسعة وتلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني طيلة المهار هي زاوية مأثرة فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لمشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتدل على حركة سكان متزايدة في هذا اليوم ونشاط عالي جدا بالمواصلات وخصوصا الداخلية منها وبتركز وسائل الإعلام على دور المجتمع والأهم دور المرأة وكذلك مواضيع الشباب والتربية والتعليم طبعا اليوم هاي الزاوية بتعطيك طاقة على أساس أنك أنت تعمل مقابلات أو تتحرك أو تجري اتصالات ناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة عشر أو سبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج فهاي برضو تأثيراتها من ساعة الصباح ولغاية ساعة المساء فهم نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وهاي برضو الزاوية بتساعد على المكاسب المالية وبترفع من نسبة الحدود بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتدل على حالة من الاستقرار والأمن والتفاؤل في الرأي العام للمجتمع وزيادة في مداخل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح في العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار والجهاز العصبي برضو والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ومناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أما بالطرق التقليدية ما في أي مشاكل يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة له يوم الغد بيبدأ في تمام الساعة 31.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 10.21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمر ستة أيام في تمام الساعة 7.7 دقائق صباحا بصير سبع أيام نسبة الإضاءة بتصير 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% القمر في الجوزاء حتى يوم ثمانية وعشرين ثلاثة يوم أحداش أربعة منتحس بنسبة 25% المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم ستة عشر خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم سبعتاش ستة سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثاور حتى يوم تسع وعشرين ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتون في الحوت حتى يوم ثلاثين ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم ثلاثين أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وعندك قدرة عالية جدا على الإقناع وانتو تقريبا أكثر المستفيدين من هاي الزوايا اللي رح تتشكل اليوم لأن القمر في البيت الثالث فهي جيدة على مستوى التفاوض والجراءة الدفاع عن مواقفك عن قضيتك برضو نفس الإشي جيد للامتحانات والتنقلات بشكل قوي جدا اليوم ما رح ترتاح بسبب كثرة الأعمال أعمالك كلها رح تكون مميزة بتتميز اليوم أنت بنشاط وممكن تسمع جوابه بيعجبك أهم إشي أنه اليوم تستغله بكل طاقتك لأنه في خير كثير لإلك انت حركت برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم الميزة اللي رح تستفيدها من هاي الزوايا أنها رح تركز على الأمور المالية وقدرتك على تحصيل أو حل بعض المسائل المالية وبرضو اليوم بتنهمكوا بضبط ميزانيتكم ولكن بتكون تتجنبوا النفقات يعني الأوضاع المالية عندك اليوم رح يكون فيها بعض التميز إذا تحركت طبعا ورح يتخذ تجربة مهمة رح يتعود عليك بالفائدة من تحصيل أموال من عمل إضافي مستردات هباد دعم هدية أي شيء أهم إشي أنك ما تجازف بأموالك حاول أنك أنت ترتب أمورك المالية بشكل جيد جدا وإحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي زي ما حكنا برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أنتوا اليوم عندكوا قدرة عالية ونشاطة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبتكثر المشاريع عندكم رح يكون عندك واجبات كثيرة رح يكون عندك نشاط وحركة ما إلها مثيل يعني رح تشعر بطاقة غريبة خلال الثلاث أيام القادمة أهم شيء أنك تحدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة موقعك إقناع أشخاص بوجهة نظرك التقارب حتى العاطفي والتجاري رح يكون مميز برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الزاوية الزواية اللي رح تتشكل هاي الشوية رح تخفف الضغط عليك رغم أن القمر موجود في بيت المتاعب واللي بتشعر شوي بتقلب بالمزاج عندك شوي هيك بتلاقي حالك حاد عندك خمول كسل أشياء من هذا القبيل إلا أنه اليوم رح يكون مميز ببعض الطاقة وسرعة البديهة قدرة الدفاع عن النفس وأيضا مواجهة الأشخاص اللي بيتآمروا عليك بالخفاء رح تكتشف كثير من الأمور ورح يكون عندك طاقة مميزة أهم شيء أنك ما ترهق نفسك بشكل مبالغ فيه وحاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم النشاط رح يكون على المستوى الاجتماعي اليوم علاقاتك الاجتماعية وعلاقاتك مع أصدقائك رح تكون مميزة وبرضو ممكن تتقارب منهم أو تستغل بعض المعارف لمساعدتك في أمر ما أو حل مشكلة ما أو يكون واصطة لإلك برضو اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وهي برضو الفترة مناسبة لطلب الاستشارات أو التأييد أهم إش أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات يعني عندك حيوية عالية جدا وبإمكانك أنك تتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وتشارك بأي مناسبة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بدكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا أهم نقطة لأنه القمر موجود في بيت السمعة إلا أنه اليوم ممكن أنك تعزز علاقتك مع رؤساك بالعمل أو تتقرب منهم أو تنجز بعض الأعمال اللي تكرم عليها ومن المقابل برضو اليوم جيد لتقديم طلبات العمل أو المقابلات أو أي أمور إلها علاقة بالشهرة زي مقابلات أو إطلاق موقع على السوشيل ميديا أو عمل شيء ممكن هذا الشيء يعود عليك بالتكريم أو بالترفيع أيضاً برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اللي اليوم هو رح يركز على الامتحانات الجامعية أكثر شيء والسفر البعيد والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب طبعاً هاي الأمور اللي أنا ذكرتها كلها رح تكون مميزة حتى على مستوى الاستراد والتصدير الأمور اللي الأشخاص اللي عندهم قضايا واليوم رح ينظر فيها رح تكون مميز إن طلب مثلاً استجوابك أو سؤالك أو تقديم قضية أو أشياء من هذا القبيل رح تكون مميزة الأجواء بتدعمك بشكل قوي وبشاجعك هذا الجو على الانضمام لنادي أو جمعية أو جامعة أو مقابلة أو أمور هاي ككل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً الفائدة لموليد برج العقرب رح تكون على مستوى الأموال المشتركة فاليوم ممكن يجيك رد على موضوع العلاقة بقرض أو بنك أو ضريبة أو تأمين أو حتى ميراث أو مطالبة بالحقوق طبعاً الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة أهم إشي إنك ما تبالغ بمصاريفك حاول إنك ما تكون جارح بالكلام كون دبلوماسي كون حريص على حقوقك طبعاً بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة اللي تبرر أخطائك ممكن يكون لك بعض الاهتمام العائل اليوم أو الأمور اللي بتتعلب نشاطات بأعمال منزلية برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعاً اليوم بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وبرضو اليوم رح يدعمكم لتوطيد العلاقات أو علاقة جديدة أو أمور إلها علاقة بالارتباط أو تطوير مرحلة جديدة في علاقتكم العاطفية وهذه فترة طبعاً رغم إنه القمر موجود مقابلك وبيسحب من طاقتك إلا إنه اليوم رح يشحنك بالقليل من الطاقة اللي يعطيك النشاط فيها ولكن ما بشجعك على المشاكل وما بشجعك على الخلافات وردهة الفعل العصبية فعشان هيك بدك تنتبه من عصبيتك قدر الإمكان برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعاً اليوم عندك قدرة عالية جداً على حل أعمالكم أو إنجاز أعمالكم أو إذا وكل إلك أعمال اليوم بتقدر تنجزوها بالكامل حتى لو كانت كثيرة يعني عندك طاقة تعمل حتى لو لساعات إضافية ولكن هذا الشيء ممكن يأثر بتقلبات على المستوى الصحي زي إرهاق أو تعب أو هاي الأمور فبدك تنتبه ما تجهد حالك كثير طبعاً برضو اليوم علاقتك رح تكون ممتازة مع زملائك بالعمل واللي بده يقدم لعمل جديد أو ممكن يجيك عرض لعمل جديد رح يكون هذا مميز بشكل كبير بالنسبة لإلك وممكن تحصل بعض المكاسب اللي إلها علاقة بالعمل برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً اليوم الطاقة ممتازة جداً على مستوى الحظ والعاطفي والمال والقمر عندك في البيت الخامس أيضاً زوايا رح تكون ممتازة فعندك قدرة أنك تتحرك على هاي المسائل اللي ذكرناها حتى على مستوى التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء بشكل كبير عندك بتصير الأجواء أكثر سهولة وبصير عندك طاقة عالية جداً على قلب أي شيء لصالحك اليوم حتى لو ظهرت لقاءات طارئة رح تكون إلك قدرة على التعامل معها أهم إشي أنك اليوم تستغله بكل طاقتك لأنها هاي فترة ناجحة ومطمئنة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اليوم التركيز كله على الأمور البيتية والعائلية فرح يكون عندك نشاط عالي جداً في أمور بتتعلق في البيت أو المناسبات العائلية أهم إشي أنك ما تتهرب من مسؤولياتك وإن كثرت ونظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير عندك قدرة للمجاملات والعزاب والزيارات العائلية أهم إشي أنك ما تبخل على عائلتك بالعطف والنصائح وهاي فترة مناسبة للارتباط وممكن تشعر ببعض الانزعاجة والقلق حول مسألة شخصية ولكن اليوم أنت بإيدك تدفك لتتحرك وتحرك الأمور العائلية مثل ما بدك وبرضه ممكن اليوم يصير فيه فرحة أو مناسبة أو خبر عائلي سعيد ما رح أذكركم باللي مطلوب منكوا تعملوا خلص أنتوا بتكو تعملوا أعملوا بتكوش تعملوا ما تعملوا أنا خلص ما رح أحكي خلص بس حاب أحكي لكم يعني كل الأشخاص اللي بسمعوا الكلام الناس الشاطرين اللي بحطوا اللايك والتعليقات شكراً لكم شكراً كثير لكم لأنه ما بتفشلوني أما اللي ما بحطوا اللي بتكهربوا هدول برضو شكراً لكم يعني هيك هي شخصيتك قوية أنه يعني نسعيد وطلو إحنا ما بدنا نعمله زي ما بده حرين إحنا مش عشان هو طلب إحنا من نعمل إحنا ما منتلقى صفة الأمر ممتاز برافو عليكم برضو شكراً لكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء